الناس اللي بيعانوا من الامساك المزمن او الامساك الشديد هذا الفيديو لكم اليوم رح تتكلم عن اهم الاسباب التي تؤدي لحدوث الامساك من اجل تجنبها لانو احنا بنعرف الامساك عبارة عن عرض وليس مرض فبالتالي اذا انت عرفت الاسباب وقدرت تتجنبها مش رح تصل لمرحلة الامساك المزمن او الشديد لكن اذا قبل ما نكمل بس تعمل عجاب بالفيديو متابع الحساب وخليك معنا بداية اول سبب من حيوث الامساك هو عدم الاستجابة لنداء الطبيعة في مدة اقصى 48 ساعة بمعنى عرفنا الامساك قبل هيك وقلنا ان الامساك عبارة عن واحدة من ثلاثة اما انه الانسان يفوت الحمام اقل من ثلاث مرات خلال الاسبوع بحد اقصى 48 ساعة مرة واحدة اثنين انه الانسان بيحتاج الى بذي المجهود اثناء التخلص من الفضلات ثلاثة انه يكون الانسان بيشعر انه ما تفرغ وتخلص من الفضلات بشكل كامل يعني بيخلص من التولد لكن بيشعر انه لسه في ضايل بقايا من الفضلات داخل الجسم فبالتالي اول سبب هو عدم الاستجابة لنداء الطبيعة ممكن يكون لسبب انشغال بموعد او سفر او اشياء ثانية اثنين السهر والتوتر انها تؤدي الابطراب الهيرمونات داخل الجسم ثلاثة طبيعة الطعام اللي بتتناوله فبالتالي اذا انت بتتناول بروتينات لحوم بقوليات شغلات من هذا القبيل فبالتالي الراح تؤدي الى حدوث فضلات صلبة ويحدث بعد ذلك حالة من حالات الامساك فبالتالي يجب تنوع من الاطعمة وتحاول تعزز من الالياف الموجودة داخل الطعام من اجل انك تحصل على حالة من الفضلات تكون لينة يقدر الجسم تخلص منها بسهولة اربعة عدم شرب كمية كافية من الماء خلال انهار واللي قلناها دائما بيقولها من واحد ونص لتر لحد ثلاثة لتر من الماء عشان تعمل على زيادة اليونة الفضلات اللي موجودة داخل الجسم ويحدث عندك حالة من الامساك خمسة الحمل الستات الحوامل اكثر عرضة لحدوث الامساك من الستات الاخريات ستة الأدوية والمكملات الغذائية من الأدوية مثلا مضادة الاكتئاب مسكنات الالام ورخرخات العضلات مكملات الاطعمة زي مكملات الحديد او الزنك بيحتاجوا الى شرب كمية كافية ووافرة من اجل التخلص من هذه الفضلات حتى لا تحدث حالة من الفضلات الصربة ويتحول بعد ذلك الى امساك صعب سبعة من أسباب حدوث الامساك وانسداد القناة الهضمية او انسداد القلون وجود أورام حميدة من سميها بوليبس او وجود أورام خبيثة زي السرطانات عفان الله وإياكم فبالتالي يجب متابعة هذه الاسباب وتجنبها من اجل عدم الوصول الى حالة من الامساك المزمن والشديد ياريد قاعد انتمشوا باستعجاب للفيديو ومتابع الاحساب تحياتي لكم جميعا